الفقرة التالية وصل صوتك هتكون من حي الأمان الجماعة دل عندهم منحوهم منحوا تجار الأبقار زرائب وسط هذه الحياة السكني والحكاية دا عملة مشكلة بيئية كبيرة جدا ل سكان حي الأمان نحن سمعنا رأيه ومشينا كمان لمجذوب أبو علي مجذوب معتمد محليا في سودان وسمعنا كذلك وجهة نظر الحكومة نشاهد في هذه الفقرة من وسط الصوتك المواطن الطاهر محمد إيسى عدو اللجنة الشابية لحي الأمان الحقيقة نحن منذ أكثر من كم سنة نشكي من الزرائب بالذات هذه الزريبة تحتوي بكمية كبيرة من الأبقار ووفقا للأسس والقوانين وشينا كتبنا جوابات وكتبنا عرايد وقابلنا من المحلية لما الأسيد الوزير وزير الصحة ووعدنا خير وكوى اللجنة واللجنة سجل الزيارة ميدانية وكتبوا التغرير فني كله كان فيه مصرحة المواطن وقالوا الأبقار قريبة جدا جدا المسافة قريبة وبتسبب أمراض والإنسان والحيوان ما ممكن يعيشوا سوا وهناك أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان ونحن عنينا ما عنينا والإسهالات ومرد الأطفال كل المشاكل دي سببه طبعا المواشي والحيوانات الموجودة في المنطقة دي والله بصراحة الأبقار دي سببت لنا يعني مشاكل كتيرة الأطفال وكبار السن وحتى الشباب يعني سببت الأزمة الأزمة والحساسيات الكتيرة وتلوز بيئي مبالغة يعني حتى الزباب وفي البعوض برضو يعني بقت شنو الناس أمراضة بقت كتيرة وكله من الزرائب دي بتضرم من البقر الزباب والبعوضة والعاية والأسهالات والعفانة وأكتر ناس وأقرب ناس أن إحنا ناس الحيدي المتظلمين منه بالحقيقة نهنا نعاني معاناة على مستوى التضرر الواغي والوبائي على نتاق الأهياء الطرفية وحتى الآن اشتكينا كم شكاوي لجهات المختصة إن كان وزارة الصحة إن كان الوالي وشكاوينا من عام 2011 إلى يومنا حتى الوباءات أكتر أحداث بقدر نتاق الأهياء الطرفية في حينا الأريق هو هي الأمان بصفة خاصة على حسب التضرر الواغي في جهتنا طبعا أنا من جيت المنطقة دي عندي 20 سنة البقر دي انتظرني هنا لكن نحن عندنا تلوث به ما عادي من سبب البقر دي حسنا أنا أستاذة بتاعت رودة عندي أطفالي بتاعنا الرودة دي يومي يا ثلاثة أربعة مرات عشر يكونوا في غياب الغياب سببه شنو الإسهالات الرمض الأمراض كله ألامية لنا البقر دي والحلة دي جب أحلس يشترى المحل دي طبعا نحن قيلين مزرعة وزراعة وحاجات زي دي جاب لين حيوانات دارتنا دارة شديد بعوض ونه هنا يا الزباب وأمراض كتير أمراض العيون وأمراض الأسخالات كله هنا ده في الحلة أي زول ناس ويزارت الصح يقولوا الأمراض دي قيمة من أونقا من الحيوانات دي ونحن نعاني الكتير من هذه الأبقار أولها الزباب ده حسزي المعيز زي ده لو دار ترقض في البيت ما ينومك لو ما عمل ليك مدرزات يلا الأكل والشربة بتاعتنا ملوث بسبب الزباب بالليلة ناموس ما ينومنا والملاريات يهو نتاج الناموس يلا الأمراض عندنا عندنا حثاثيات الجيوب الأنفية بسبب إما أفانات تشمع علينا على طول الخط كتار ما عملوا فينا عمليات بتاعت الجيوب الأنفية من دمنهم أنا فيما يتعلق بوجود بعض الزرائب المواشية في أطراف هذه المدينة عندنا خطة على مستوى المحلية بدأنا بتنفيذها على مراحل في وحداتنا الثلاثة يمكن في وحدة جنوبة خططنا منطقة خارج هذه المدينة قرب الشاحنات لنساحات مغدرة لنستوعى فيها كل زرائب الأبقار في الوحدة الجنوبية وسبغى أيضا تخطيط لنقل الزرائب في وحدة وسط وهي زرائب قديمة وعتيقة إلى خارج المدينة في الحدود المتحازية إلى محلية ريف القنوب والأوليب أيضا في إطار سحب هذه الزرائب من التمددات السكانية علما بأن المدينة ظلت تتمدد في أطرافها وقت أن كانت هذه الزرائب في هذه المواقع لم تشملها أي خطة سكانية ولم يمشلها أي تمدد سكاني إنما من خلال التوسع لهذه المدينة والهجرات التي تعرضت لها محلية برطبان من داخل الولاية ومن خارج الولاية ظلت أطراف هذه المدينة مأهولة بالسكان ونحن الآن نسعى خلال الفترة القادمة باستعاب ما تبقى من زرائب في مخططنا الذي تم إداده مع أخواننا في وزارة التخطيط العمراني وتم وضع خرط وتحديد مساحات لاستعاب كل تجار الأبقار ونقل كل الزرائب خارج هذه المدينة في وحداتها السلاسة فنحن نؤكد بأن ما هو موجود الآن في طريقه للرحول للمواقع التي تم تخصيصها كزرائب للمواشي أفتكر تطمينات السيدة المؤتمد للمواطنين يعني تعطي أيضاً رسالة جيدة بأن الأمر في طريقه إلى الحل صالون سودانية 24 بعد الفاصل الإعلاني سيكون ضيفه سيدي عمر كبسة حوار حول تاريخ برسودان والفنون الغناء البيجاوي وكذلك السيرة الزاتية تعالوا لنا بعض الفاصل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر